أهابت مصر جميع المواطنين بعدم السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال الفيدرالية في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم على سلامتهم وتنشد سفارة المصريين في الصومال المتواجدين في الإقليم بالمغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار هريجيسا وتشدد على أن الوضع الأمني الحالي بالإقليم يحد من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك كما تنشد سفارة المصريين الراغبين في التردد على أي من أقليم جمهورية الصومال الفيدرالية بالالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال